موسيقى موسيقى برحبا حضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو طبعا ولادنا اللي عندهم اضطراب التوحد بيكونوا طبعا دايما محتاجين لجلسات سواء بقى تنمية مهارات او تخاطب الى اخره طبعا لان احنا حابين كامهات ان احنا نحسن من حالتهم لان المرض او الاضطراب اللي هو بيكون مسماء التوحد بيكون طبعا ملهوش علاج ولكن احنا من خلال الجلسات اللي احنا بنعملها مع الولاد بيكون هنا التدريب ده قائم على الاخصائي وكمان بيكون الام لها دور مهمة جدا عشان الولاد يقدروا من خلال تدريبهم يقدروا انهم يتعيشوا ويقدروا يتواصلوا لفظيا ويتفاعلوا اجتماعيا واحنا طبعا هنا في بنامج ماما شادو حابينا ان احنا نعمل لحضراتكم جلسات تكون اون اير او جلسات على الهواء علشان الام هي قاعدة في البيت حتى لو امكانياتها المادية مش قادرة تكمل مثلا الجلسات اللي هي بتديها مع الاخصائي او مثلا نظرا زروف الجو مثلا بيكون مش كويس زي النهاردة كده احنا جاين لكم الجو يعني صعب جدا فطبعا بيكون اكيد هي محتاجة تتدرب لان هي طبعا غير مؤهلة فعلشان كده النهاردة احنا حابينا نعمل جلسات على الهواء وطبعا بيكون الجلسات دي بتكون من خلال حد متخصص هيدرب الام ازاي انها تقوم بالتعملية التدريب عشان الولد دي يقدر يتفاعل اجتماعيا وتفاعل لفظيا وطبعا النهاردة معانا الاستاذة الدكتورة علا سلمان استاذة التوحد بكلية علوم الاعاقة هي اللي عتعرفنا ازاي الام تقدر تتواصل مع ابنها وازاي تقدر تنمي مهاراته وهي قاعدة في البيت اهلا بيك يا دكتورة اهلا بحضرتك اهلا وسهلا دكتورة زي الام تقدر تنمي مهارات ابنها من غير ما تطلع بقى من البيت او على الاقل حتى لو بتطلع تساعد ابنها من خلال الجلسات اللي بتقدمها له عند الاخصائي تقدر تكمل معاه علشان تقدر تحسن من حالة الولد هنقول اولا مبدئيا في بعض المهارات اللي لازم الام تكون عارفة تنميها مع ابنها التوحدي المهارات اللي انا هقولها دي تخص الطفل التوحدي والطفل الغير توحدي او النورمل والاب نورمل ازاي في بعض المهارات اللي الام لازم تنتبه هو مشكلة ابنها فين احنا زي ما ذكرنا قبل كده الترابط في التوحد فرض على اصحاب هذا الاطرابط او فرض على الاطفال ذوي الترابط في التوحد بعض الكسور زي كسور التواصل كسور التفاعل كسور الانتباه كسور اللغة طيب انا ماجي اعلم ابني اي حاجة في البيت المفروض ان ابتدي ااهل او اعلي من الكسور اللي فرضوا التراب اعلم الكسور اللي فرضوا هي الاطراب لبه عشان ماجي اعلمه حاجة ماجي بتدي ادخل في اللغة ما بيبتيجي اتعلمه الرعاية الذاتية التفاعلات الاجتماعية لازم نكون أهنة أوجه الكسور اللي أثرت على الجوانب دي كلها فأولى المهارات أو أهم المهارات اللي لازم نعلمها للطفل التوحدي تنمية مهارات التواصل تنمية المهارات التواصل دي أساس هو الزرع التواصل بكل أشكاله تواصل بصري تواصل لفزي تواصل لفزي بكل أشكال التواصل لأن التواصل هو النقطة أو هو التقاط الطفل مع الأم أولا بدون أي ظروف حتى لو ما فيه ظروف لازم الأم تكون فاهمة ابنها ماشي إزاي فاهمة تضرب ابنها إزاي ما تبقاش أنا بودي مركز أنا بودي جامعية أنا بودي المكان هنا أو هنا وبتعتمد على المركز وبتعتمد للأسف للأسف بنشوفه في 90% من أولياء الأمو أنا بودي مركز يعني هي عليها دور مهم ده هي أساس هي أساس هو بيقعد في المركز كم ساعة نص ساعة لأ هنقول لو رعاية نهارية بيقعد خمس ست ساعة في بقية اليوم كامل وفي مركز وفي نزل يعملوا جلسات بس يا دكتور ما فيش رعاية نهارية وفيدي يعملوا جلسات بس بس طفل التوحد ما ينفعلوش جلسات بس عشان نكون أونست إحنا طفل التوحد لازم رعاية متكاملة ما ينفعش حاجة اسمها أنا وديت جلسة تخاطب وخلاص أنا وديت جلسة تنمية مهاراته وخلاص ما فيش حاجة اسمها كده لأ والمشكلة مع أطفالنا أطفال طفل التوحد أن الوقت معهم بيفرق كثير زي التدخل المبكر مع أي اطراب مع أي أعاقة مع أي شكل من أشكال التربية الخاصة التدخل المبكر بيفرق بيفرق في سنين مع الطفل لكن الأم أنا وديت مركز واعتمدت على كده لا أعرف يا ماما أني أنت أساس مش المركز طيب أنا في البيت دلوقتي حصل غير الجو غير مؤهلة طبعا يا دكتور غير مؤهلة أنا هكلمها بالأدوات حتى مش خليك تنزلي تشري أدوات أنا أكلمك إزاي تبتدي تنمي التواصل أول حاجة التراب فرض قصور في التواصل طبعا أنا عايزة أنمي التواصل هو أنا ينفع أتعفعل مع حضرتك من غير ما نتواصل مع بعض ما ينفعش والتواصل هو نقطة بداية مع أي طفل توحدي خلاص طبعا أنا هنمي التواصل البصري إحنا قلنا قبل كده أن طفل التوحد صعب بيلتقاء العين ما عندوش عنده قدر على أنه يبصلك في عينك ليه دكتور شكل من أشكال القصور اللي فرضوا للتراب شكل من أشكال القصور اللي فرضوا للتراب زي قصور التفاعل الاجتماعي ليه ما بيلعبش مع الأطفال مع أن الأطفال ما بيشوفوا بعض بيحبوا يقلدوا يحبوا يتحاكوا يحبوا يفعلوا مع بعض شكل من أشكال القصور اللي فرضوا للتراب طب هندن الطفل متقوقع حول ذاته حول هذا القصور لأ ماما المفروض بتسحب إيه أنا ما عنديش أدوات فيه نور الموبايل ممكن من الغرفة بتغلق بتظلمي غرفة وبتقفلي الأنوار كلها وبتبتدي تشتغل بنور الموبايل الكشفات الصغيرة بتخلي الطفل يحاول يلتقي معاك بصريا يحاول طب أنا منفعش مش من أول جلسة كم مرة في اليوم إذا؟ لو تقدر تعملها طول اليوم بس بدون زهق بنعملها بلعبة بنعملها بحاجة تشد الطفل لنا مش اللي هو أنا قاعداه وبص ودي نور الموبايل ولازم يبص لا سن معين من أول ما تتكلمش في الكسور عند ابني من أول ما تشكي في بعض الأمامات بترجع أصلاً اتأخرت عشان كان في حد في العيلة عنده كلام دوت أو عنده استفاض دي أو عنده استماد دي وبقى كويس أصلي كان فيه تقل لا ما عنديش ما ينفعش الكلام دوت أول ما بلاقي كسور عند ابني ببتدي أشتغل عليه هل طبيعي غير طبيعي توحد غير توحد أنا شفت قسور يبقى بتدي أشتغل عليه على طول فما بالك بطفل عنده أساساً مشكلة في المجمل يعني دكتور أكيد فيه حاجات بركائز بتستند عليها كل الأطفال اللي عندهم إطرافة توحد يعني هي عتامل عتامل في البيت هتبتدي تشتغل في البيت أسنا بكلم الأم اللي عندها الطفل عموماً ماما لقيت ابني ما بمسليش ما بيتفعلش بالنظر معي ما بيتتبعنيش وهو ماشي لمنه هو لسه صغيره بيبتدي أشغل انتباهه بيبتدي بلعبة كنا الأيام زمن اللعبة الموسيقية اللي بتوزر أصوات بتبتدي مهمة تخلي ابنك تسحبيه من جو التقاقة حول الزي تسحبيه من جو إنه يدنيه مشغول بنفسه مع نفسه ما ينفعش طيب أنا بتديت أنمي التواصل هلميه من جهة واحدة لا أنا بنامي التواصل من أكتر من الجهة التواصل البصري التواصل اللوزي التواصل الغير اللوزي لأنه قبل كده تذكرنا أو في من سبق ذكرنا إن أطفال التواصل فيه منهم بيتك متكلم وفيه غير متكلم طب غير المتكلم ده مش هتواصل معي لا هتواصل معه بالإشارات وبالإماءات وبحرقات الجسد وبحرقات اليدين وبحرقات العين عشان كده بقولك لازم ننمي التواصل البصري أول شيء بأول حاجة يا دكتور هننمي التواصل البصري بأشكاله بياخد وقت قدقيه طفل بيختلف عن طفل تدخلات الأم هنا بتختلف عن تدخلات الأم هنا الجو هنا مهيق والجو هنا مش مهيق ما تبقاش الأم يقول أنا قاعدة في بيته وبدربه وهو برضو ما نفعش وقاعدة في جو مشتت بين كل جوانب التشتت مشتت أنت نفسك قاعدة مش منتبهة أنت يدي تيله ألعاب يعود يلعب فيها وخلاص ده اللي أنت مركزة معك وقت تهيئة الجو المناسب لبدء التدريب ما ينفعش ده طفل ليه احتياجات خاصة هو زو احتياجات خاصة ليه طريق التدخل معينة وليه تهيئة جو معينة وليه أدوات معينة طيب خلاص أنا بتديت نمية التواصل وابتدى الطفل يتفاعل يتواصل معي إلى حد ما إنه يبصلي إنه يتتبعني ببتدي أنتبه على طول أخش على تاني مهارة من أهم المهارات اللي لازم نانتبه لها وده تاني قصور أو من القصور اللي فرضوا اضطراب التواحد المعرفية العقلية اللي لازم أبتدي أنميها مع طفل بكل أشكالها الانتباه السمعي والانتباه البصري والانتباه الشمي والانتباه الحسي والانتباه التواصل كل أنواع الانتباه أبتدي أنميها معي ليه بانمي الانتباه لإنه ده قصور فرضوا لإضطراب بنيجي بعد كده بعد من مهارة الانتباه والتركيز مهارة وهمة مهارة ومنه الأهم المهارات اللي بناميها مع الأطفال مهارة التقليد سواء التقليد الصوتي أو التقليد الحركي بنيجي بعد كده المهارة تنفيذ التعليمات هنا بنتبه أشوف هل هو المهارات اللي علمت له قبل كده أثرت معاه في تنفيذ واتباعها للأوامر هل بينتبه لأوامري هل بينتبه أنه يديني الحاجة اللي بقول له هاتها خلاص أنا لميت أهم المهارات والركائز الأساسية اللي لازم ألميها مع أطفال التوحد والغير توحد بيجي أمهات كتير تشتكي تقولك أنا بقعد لذاك اللي ابني كتير ويقول ورايا بس بينسى هو ما بينساش هو كان الجو غير مهيئ لوقت مذاكرة هو كان الطفل عنده نقص في الانتباه والتركيز فكان بيردد وراكي بس ولا منتبه ولا مركز فتقوله كان بيردد وكان بيقول بس بعد ما خلصنا نسي كله هو ما نسيش لأنه هو محافظ اللي قاله من الأساس طيب بنبتدي بعدين ندخل عليه على اللغة اللغة مع الأطفال التوحد اللغة عندنا لغة استقبالية ولغة تعبيرية أنا ببتدي أكلم الطفل ببتدي أعرفه الحاجات المجموعات الضمنية يعني إيه المجموعات الضمنية هي كل حاجة بتحيط الطفل من أجزاء الجسم وأجزاء الوجه والخضرات والملابس والفواكه والحيوانات بحيث أن الطفل بقى عنده حصيلة معرفية لغوية يعرف يطلع أو يعبر بيها عن اللي هو عاوزه بعد كده طيب ماما أنا مش عارفة الكلام ده أنا معرفش أعمله إزاي في البيت بأسهل وأبسط الأدوات اللي في البيت وإنتي يوقف في المطبق ممكن تخليه بطبق وشوكة ومعلقة وكباية في الحمام فوطة صبونة معجون أسنان فرشة في الملابس البنطلون والتيشيرت والأميس والشوز والشراب كلمي ابنك عرفيه امسكي إيده وخليه يمسك الحاجات دي لأن كل طفل ديه مدخل فيه مدخل حسي وفيه مدخل سمعي وفيه مدخل بصري اعرفي المدخل اللي بيستقبله ابنك إيه وبتدي نمي من خلاله أوجه القصور هو دكتور بصراحة الموضوع طبعا كبير جدا وإحنا أكيد إن شاء الله كل مرة بقى نعمل مع حضرتك كده بإذن الله الجلسة كده على الهوم وشارة للأم فأنا أخدها بقى تدريجين وإذا تبرد أول جلسة في نهاية الفقرة بشكر حركة جدا يا دكتور وشرفتين جدا شكرا وألف شكرا لحضرتك نتلع فوصل ونتجعلكم تهين موسيقى